المشاريع التنموية والخدمية هدف لكل دول العالم لمواكبة التطورات والتماشي مع التطور التكنولوجي والحضار المتسارع في حين تمضي الميليشيا الحوثية في الترويج لثقافة الموت وترصيخ الكراهية في نفوس الشباب والاطفال في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح في ظل تقدم المتسارع بين الدول والمنافسة المتواصلة في مجالات الصناعة والابتكار في شتى المجالات وافتتاح مشاريع عملاقة تتماشى مع التقدم العالمي تعيش ليامن خاصة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا أوضاعا مؤلمة وتراجعا غير مسبوك وراج فيها افتتاح المقابر وتفوح منها رائحة الموت لا سواه الميليشيا المدعومة من ايران افتتحت مؤخرا مقبرة جديدة لقتلاها ودشنت مزارا لما تسميه قبر وجامع الحسين العياني بمنطقة دوكام ريدا في محافظة عمران في اطار مشروعها لاحياء الرموز الطائفية واعادة انتاج صور حقبة حكم الائمة المتخلفة التي اتسمت بتقديس الموت وظلام الاقتتال مراقبون اعتبروا طريقة الافتتاح التي دشنت بها الميليشيا المقبرة بترويج غير مسبوق استفزازا لمشاعر اليمنيين وترسيخا لبضاعتها الرائجة المتمثلة في الموت واقتياد الاطفال والشباب الى المقابر من اجل مشروعها العنصري وتقديس رموزها وزاد في الفترة الاخيرة افتتاح المقابر وما باتت تسميها الجماعة بالمزارات لبعض رموزها العنصرية في ثقافة دخيلة على اليمنيين تفرضها الجماعة من خلال محاولة استنساخ ما يدور في قم الايرانية داخل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الموت بقوة السلاح ممارسات وافعال جميعها تتمحور حول الموت وتقديسه بالاضافة الى سعي الجماعة الحثيث لترسيخ فكرة ان الموت هو المستقبل المنشود عبر تشويه المناهج التراسية وشحنها بالافكار والشعارات الطائفية المستوردة من الثقافة الايرانية التي يحاول فرضها في مناطق سيطرتهم